اشتركوا في القناة 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 شريكين هذا محنى بزاف هذا وده ما كتقدر يطلقي هو كتقدر ما نطلقهمش مطلقته واحد لا طلقتهم ما كي يقبلوش ما كي يقبلوش وده ما مسكينكوش كوليك يعوموش كون ابوه ايه ابوه ليعوموه اخو هذا كبد راحيم يعوموهم يبدلونيهم حسن ليه يلا حسن ليه واحد جانته وكيد يحسن ليه حسن ليهم بجوج ويعوموهم معوني اني فيهم الناس صراحة ومني كتديهم انتوما كتعيتوا القيد يتفاعل معاكم يعطيني التوجيه ويعطيني اللابيننس ويعطيني الجدار المية واندوم مع هدوك يدخلوه تقولي البروه ويديه هرب لي ذيك النار من ست وثلاثين تالب باستور وانا تابعه تصحى معدي شدوا ليع الناس وهرب ليه وقالي الناس سيري في حالتك هرا غا نجيبوه لك عادتاني الناس جابوه ركبوه في الطبس وجنت انزل في الطبس وجل الدار جابوه تاني الدراري عرفوه بابوه تل هنا الله يفرجع لك امو يمتي انا انا سيري رجع معك كم تبوتوا معي نعصوا السيطان ويتدووا هدراري محنوني مثل شد الصحة اليوم واخه الوالدة انا سيمشي نشوفه اقول لك التاني الله يفرجع لك يا ربي سمحي لي مشاهدين الكرام نتنوي الرأي العام اكتر في الموضوع مشاهدين الكرام سنشوفه الاختاني طارق السلام عليكم طارق لابس عليك الحمد لله كدير نتعم بيخي الحمد لله وعليش ديري لك هذه الناس الاطارية مشا نقول لك امو عافل لك امو عافل لك لك هذا العصاب المجهد هي هذا العصاب المجهد كيف ك leaves كنت تدير بي؟ يوجد حاجة من بدرتها طارق اذا انا في حيتي في المنكر في المنكر الفرج لا في هذه المنكر أو مردف 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 مردين لا نحن تنريد ذلك صافي نحن تنريد ذلك سوف اطرق كنت نجد الآن نجد في ذلك كنت نجد اللي و لكن سيدي الله لا تشيط هل تحقل عليك شيطان أبقي أبقي يأخذ هل يطلع لا تتلع لا تتلع تتلع لا تتلع لأ قول لي لي هل تسمى هذه معصية مع الله نعم لا تسمى انتحار معصية لا تتلع و لكن لا تتلع لا تتلع لا تتلع يا هيك خاضر جمع تستمر لا تسيد بسيش Fake أي ضغير بداخل منصق كئ أمار ضغط قليل ماذا الحاجة الجيدة راسية؟ برجعة عالية في الأول برجعة عالية لا أريد أن أرجع صحي سلامكم الله يسهل عليك يا رب مشاهدين الكرام 90% يميز في الكلام ولكن الواقعين تقولوا عكس هذا الكلام سوف نرى الأب الوالد الله يحسن عوانك معهم بجوج عاود لي كيف يرش طريق سيدة سيدة برجعة عالية متأخذ قليل قبل المنزل سوف يستطيع برجعة عالية تعتقدوا المنزل وقبل المنزل وقبل المنزل في المنزل لقد كنت أخذ في الواقع ثانيا الى مرضى المنزل مردى 20 عام مردى 25 عام كان نصب الزروات كان يشرب الضواب بذرواطة واش مني يقولي بحالة انضربوا بذرواطة كان قلب الى محاوة القتل نموت يومين 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 انخوه راكي حرار لكل شي ولما كنت انا حاضرك يكون هذا اخوه والفكتاه فيك يعاوني فيهم هذا سيدان انا كان واجه محاوة القتل انا كان الناس ما نشوفه وقب بذرواطي ولد خلاله شي مراحة املا بسكين ما عارف شو وتلاح من هنا يا من انا كان حاضي معا اتشترجم معا اخو كانت واحد كان يقولون هيدا ان اتشترجم الجاحيم جاحيم هيدا لدينا عشرين عام ومن يحس براثتهم يزيد في حالته هذا حمودة مسكين هذا أعطينا الأخبار ديرهم ولا يا رشيد ومشي ناجبناه كمشي الاتساع هاد رقينا في جيلان هنا بكي ناسوش جيلان نزلق كامل درب كامل هنا قيص صهرهم كامل ما كيش دومش هو ما في المركز الزمتي يداوه لا كيش دومش لا ولا أصيفته ديك سام عمو آخر جوم عمو قال لي يا سيري وكلفت هالأحا في الشارع وهرب وجدت مسكينات طال الغد في الصباحات صباح النجا هذا دبت هاد الخرجات ديال طريق الواعرين نعم طريق وعرين دياله الخرجات دياله وعرين نعم هذا سيري ديال السيد هذا المخدرات وهذا المصيبات حرب على الفقارة من المخدرات حرب حرب نايد على أولاد الفقارة من طرف المخدرات سيريثون هالثانيد هالكالة ما أعطاش هالكالة تاني ما أفهمت وان وان فادشي وانتو ما كتبقوا ضحية فادشي كتبقوا نعم مو الضحية مانيني ولينا 78 عام وليت غادي فتعودوا 70 دعا لبا 1988 عام زياد ديالي وكباتشي بنواجه القتل أصبح لهم ها لقد جايير دكنا بقوة لجوم اللقمات العيش اليوم أصبح لدينا والدرق كان لدينا نرطي حياة مقالوبة هذا الأولى هذا بخير الله يزدكم بخير وهذا القناة نطلب الله سبحانه وتعالى هذا منبر وكان نوجه لوليدات الشعب المغربي يجتانبوا المخدرات يجتانبوا المخدرات راه كيهركوا والديهم وكيهركوا نفسهم انتحار الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أملوا لا تقتلوا نفسكم من الله كان بكم رحيمة صحي نعم نحن كان الواجه كان برقة نفسنا روسنا روسنا كان هلكوا روسنا روسنا ولدنا وليدات قلنا باشي لا يشدوا بيدينا نكبرنا وتعرضنا المهلكات نعم نعم تعرضنا المهلكات الله يفرجع لك الواليد واخنا غادي نشوف دابا ولدك هذا مسكين ودابا اللي باقي بصحيحة الله يفرجع لك يا ربي انت أخو طريق أخي ما نقول لك سيدة دارك على تقريبا الجيران الجيران تقريبا لم يكن عسوش ونحنا هناك الجيران يخرج برا ونضرب 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 ولكن كون مكتناك والواليدة نضرب والواليدة هم يقولوا يا الله يمسك كون مكتناك يبدأ في الدار ليس الجيران هذا بالأخص هذا ما زال الأخوة شوية كالما الأخوة تهوارة من كيف يخافوا منك انتا وما تميزوا ومما تميزوا بالكبر لا تميز هذا تميز كتار مني وخا مريض تنصل عليه كيكون في الزنقة واذا كالك يدير أتيش يحويش تفهم في الزنقة كيديرون هناك شيء الناس لا يتسوقهم وقد يدفعوا يدرب ويشوفني هناك ونقف بحلقة الموتور تنقل ماذا تدير سيد الدار سيدة بالدار وكيف يبشي الدار وكل مكتناك ما ديش يتكتف على الماك شو كون مكتناك ما غير يبدوش ما كيش اللبيدة هناك لقد قابلهم ديما مكتفوا أشو شو إذا نعست نغفلت واحد تقريبا بقى تنار العيد بقى تنار بحالي قول العيد بقى تنار الحد قلت السبت نعست وحد نعسى ما كان قاسران تحت دودا مفقت الصباح مفقت قلت للمرة قلت لي هذا الحال رأى الناس كلهم خرجوا واحد دراسة سميتوا قاسم الله زيبي خير والبهلول واحد دراسة واحد مصابي اللي عمارة دارة كان قبيلته معاكم كل شيء ما كينش نعاس والو ومقدرينو قلت للمرة كيف يدرب كيف يدرب كيف يدرب كيف يدرب كيف يدرب للمرة بلد كيف يدرب للمرة للمرة ومالتح انتظروا يقول لهم يعني سيكون هناك يتواجد جنايات و حتى يتواجدون لهم و تصغير يدري صغير و يتواجدوا و يتواجدون معهم خازنية و جدارمي والله شعر و جميعكم نحضرون لهم جميعا خازنية و جدارمي و خرجتهم بحلكة قال لي المقدم صافي معا مقدم شدو ميدو قلي صافات القونتاية خرجوا ليهم الدوف لابناز لابناز للدو لابناز للدو تعطلوا في الأشياء وجدوا ويدا بوحدة كلام مالكي قتل يارا ما قد نشابه ملشة بوحدة قلت شدوه الحمد لله بدا قتل يارا ما شدوه شدوه خلوه ذاك المخازنية ووجدار مياه خرجوا قالوا لي بلاتين دقولي حد برا وتسنى شريفية تشد هذه البراية تشد وملاقا تسابطوا هنا مليط طيار لبرا لماذا لا يشدوه شدوه شدوه لا بلاسة مكينة اول حاجة حقها تخلصي 15000 ولكن سنها يتصنر 18 وتصور 18 يا الله جاهت اذا ماذا ينتدجوا الويدات يا قتل القز يلط يتمنلين ما شدوه لا كندوه على 37 كندوه على 37 حيث تسبيت محسوش علينا تسبيت محسوش علينا هذا محسوش علينا الخواضر الكبير مرض تقريبا لأخر دي 990 قد دخل الالفين هذا كانت هو خاطر ما كندوه نعسوه كان هذا شوية بين وبين تابعوه ولكن ذاكرا كانوا واحد الحالة اللي حاشاك يحويجوا حيدهم ذاك ديالو كش ديالو حاشاك الناس ديالو يدهن بيوجه لسطوف الحيط كنا مكلب لين عاش نوه عاتي واحد صداري صداري الوي ذاك يحمره جاب ذاك الريحة ديال ديالو داك ش ديالقاغة ديالو كيوليه هنا حماركي عن الناس يقول يالله يمسخي الجيران يلقوا الحمارية هناك كنا نقول امي يخنز و تعارف الام اراكي اناكي هوكي بحال بحال كنا نقول ايش ندير ليه ايش ندير ليه موشكي اولاد سالات سالات ارا بقي ما عنداش اك العمر ديال كو كانت عنداشي ثمانين عام اذا برا بقي سبعين ماكينة اذا ما نتشي العمر ديالو لمانتشيه اربعه سستين و خمسسستين و كواتبوا حالا ديالو ما نريك الحيط كنتبا تغوض العرق ايبانه ليه وتكمشت على سيكي ولات مخشيبيه وهذا اوشت استحادتها لماذا صارحة مزيان ييلتي لله العاطم الوليد الله يسترك يا رب الله يطولنا عمرك الله يحفظك مشاهدين الكرام يتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع أنا غدي نحلل في القضية ولكن واحد النسبة قليلا شيئا ما لأنه جوهر الموضوع قالت الأم وكملوا الأب وكملوا الأخ ما يهمنا في الموضوع وروح المواطنة ونشروا الوقائع والخبر بصدقه بأمانة السيد القائد مشكور في الإطار القانوني وما يخوله له القانون كيديرو بالدعم كذلك مع رجال بدارك وتتبع السيد العامل هنا كينا ملاحظة تتبع الوضع دي ليد الولد كيمشي تصب إطار وتعود يردوه مقبل على أي جريمة كيف مكان النوع دي هنا اللي يسترنا مشاهدين الكرام عائلات هنا كتخاف كي يحشموا وهذه الناس الوسطاء منطقة فيها ناس طيبين عاشوا كاملين وتي يحشموا ورغم أنهم خايفين على ولداتهم من هذه الإخوة اللي هما فاقدي الأهلية لا يدركون ما يفعلون والقانون واضح في هذا الشأن السؤال هناك نوجه النداء الوزير الصحة فرد المركز دي لستة وثلاثين لفنو لفن ورشد هذة الوزير الصحة كيف يتلقوهم كون بولا موقوتك تدور دي لستة وثلاثين هو التتبع والأطباء والإمكانيات وهذا الشيء الذي نشاهده بعض المرات في الندوات دي لهم والتتبع ولكن هذة الجواب دي لالبلاسة ما كيناش وش المواطن كيتحمل فيها المسؤولية هذة منطقة المكانسة هذة جوليد قوم بولا موقوتك في أي لحظة ترتكب شي جريمة والقانون واضح في هذا الشأن لأنه فاقدي الأهلية والناس كلها خايفة إلى متى سوف يبقى الوضع بهذه الطريقة مشاهدنا الكرامية نوير رأي العام أكثر في الموضوع عائلة جد جد فقيرة احنا قلسين في هذا السقف عندهم هذة البيت في كوزينة في كل شيء هذة الواليد قال لك أنا وصلت لهذه السن وصلته من الشبعوتية والأمه كذلك وهذا الشاب اللي هو مقابل خوته سنجعل الكلمة الأخيرة ما المعنى؟ طارق تبعوا معي طارق قولي ياللي بغيتي قولي ياللي بغيتي شي حاجة بغيتها انت بغي صحتي مشاهدنا الكرام ما بقى عندي ما نقول طارق مربطينه بسناسل فاقد الأهلية والجواب السؤال أعطى الجواب دي يلوف جوهر الموضوع قالوا مغيت صحتي يعني هذي علامات انه ممكن يدارك الوضع لأنه لو تم تفعيل مجموعة من نداءة هذه العائلة فيما يخص أصحاب القرار ليوم مشرفين على التتبع الصحي دي لدي الشباب ما كان ليكون الوضع بهذه الطريقة والهلع والخوف الذي يعمل الساكينة لا أحمد الساكين ما راح أمنا ندخل عليها أو داك شي كتير مشاهدنا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف دي الأخ من نداء الجل المغاربة نساعده هذه العائلة وفق المستطاع كل حسب استطاعتي في هذا الموضوع لأنه أول خروج لهذه العائلة هو في هذا الفيديو عمره ما قد عدوا على هذه الوليدات وهذه العائلة وهذه الدرب وكلك يعرف القصة دي لهم كل شي خيف مشاهدين الكرام نحن نتتبع لملف جيل طريق وصالح الدين وسوف نوافقكم دائما بجديد في حالة إذا كانت أي تطورات في الموضوع مشاهدين الكرام تعليق المواطن شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر